مرحبا اليوم يعني شفنا ردود الفعل شفنا الحراك شفنا نسبة الفتور في الشوارع العربية خلونا اليوم نبلش نكون جريئين ونحكي بالأسباب الخطاب الديني أثر الخطاب الديني على حراك الناس لما كل الناس بتفهم إنه ادعو ادعو يا أخي ادعي ولكن حتى يعني الفاروق عمر بالخطاب قال اجعلوا مع الدعاء شيئا من القطران يعني في عمل مش القصة النبس نظل ندعي إلا إذا دعانا غير مستجاب يعني يعني لما بطلع لك واحد يفسر لك إنه كورونا والفايروس كورونا هذا لأنه الصينيين هجموا على مسلمين روهنجا وذبحوهم في التالي الله عاقبهم موافقي طيب وهاليهود وهدولة التركيان الصهيوني هاي اللي صدنا 70 سنة بندعها عليها معناته ويعنا دعانا بلا وضوء بلا مؤاخدة ومش دقيق يا على رأي إمي الله يرحمها بدعي على ابني وبكره اللي بقول آمين فلما بدعوا هالرجالات الدين وإحنا منقول آمين شكلهم بكرهونا لأنه هذا فهم يعني مخطوء لمفهوم يعني النص الديني والفقه الديني مش معقول في يوم الآخر يتجزى نفسه على ما عملت بالدنيا في عمل في إجراء في وقائع كثير من التيارات السلفية والدينية دمرت بنية المجتمع لأنه أصبح هدف الإنسان العربي المسلم وأيضا المسيح لأنه عاش في بيئة ثقافية إسلامية أيضا صار يقول لك ما هي الآخرة يلا بنستنى لما تيجي الآخرة بنعيش الحياة الآخرة هي دار المقر هي ممر فلذلك صار الولد يرمي إزبالي من الشارع صار الناس ما تنتظم بالسير لأنه هذه الدنيا ليست دار مقر هاي دار ممر فبالتالي ليش يتعامل معها بكل احترام وبكل تقدير أبدا امشي هذه الدنيا مسخرة ادعي انت بستتوكل على الله بنتوكلين على الله بس التوكل فيه تواكل وفيه توكل التوكل غير التوكل ما يطرحه الفقه الديني اليوم وتحديدا شيوخه السلاطين ما يطرحوه اليوم هو طرح استكانه سلبي أورثنا كل هالمواريث السلبية شوفوا المحتوى الديني عمواقع التواصل الاجتماعي 80% على الواتساب أنا الشخصي وأكيد على كل تلفوناتكم أدعي بتعمل عشر كتب أكثر من تاريخي من كثير أكثر من البخاري بعدين اعطاء القداسة للنص السلفي القديم ما بنحكي على القرآن الكريم ولكن كل التفاسير تواكب العصر إذا بنحكي على القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان وبالتالي هذا كتاب الله المعجز وهو بدي يبهر عمر كلاب بعام 2020 وبدو يبهر اللي بدي يجيب سنة 3000 بدي أظل مستكيم للتفسير القديم بدي أظل على تفسير ابن كثير ممنوع حدا يحدث ممنوع نبلش نفكر بعقل منفتح وعقل مفتوح هل المطلوب نظل على نفس هذا النسق اللي دمرنا ووصلنا إلى قائد دنيا هل المطلوب هذا الشاب إنه ما يفكر بحياة ما يفكر كيف يصير وزير ما يفكر كيف يصير نائب بس يظل يدعى بدوش أنت بالحزب سياسي بناش نفكر بأحزاب وحياة حزبية بناش نفكر بكل هاي التفاصيل الخطاب الديني أورث الناس سكينة واستكانة لأنه فيه خطاب قمعي اوعك تقرب على البخاري اوعك لا لا يا أخي البخاري مواطن مسلم اجتهد بالضرورة فيه ناس بعده بدها تجتهد تقول هو هون أقضاء هون أصاب مسلم التفسير بين كثير يا أخي بدي اختلفنا وياه ممنوع أسقطنا القداسة على الشخص وليست على الفكرة اليوم إذا بتسبب على أمين عام حزب أنت بتصير تعتدي على على قداسة إذا بتسبب على داعية بتصير أنت بتخارج القداسة يعني اوعك تنتقد البخاري اتقى الله أنا أكيد اتقى الله طيب اوعك تقارب مقاربة سياسية لحياة الخلفاء الراشدين وإدارتهم للمشهد السياسي ممنوع يا أخوان مش معصومين ما في عسمه الأسمة للنبي صلى الله عليه وسلم غير هيك ما في عسمه وعسمه في جانب شقه للنقل الرسالة اليوم كل هذا الخطاب الديني يجب أن يعاد لأنه هذا المكون في أثر الناس أنا بدكش تظلك تقول لي جمعة مباركة وإنت ليلة الجمعة الله أعلم شو بقيت تسوي بدكش تظلك تقول لي جمعة مباركة ورأس ثانية هجرية سعيدة وإنت اللي تقعب صار الصباح ثاني يوم شو دك تسوي بعد ما تطلع من صلاة الجمعة بصرف شو بتسوي يجب إعادة الاعتبار لتثوير الخطاب الديني ما بجوز يظل سطوة رجال دين ودهاقنة راكمين على عقولنا وبرعبونا وبخوفونا شكرا لكم